صرح طبي لوح حكاية رح نقولها من البداية ايد بحني اتطاب طاب اهلا بكم مشاهدين القرآن وحلقة جديدة ولقاء متجدد دائما على قناة الصحة وجمال وبرنامج صرح طبي اليوم سوف نتحدث عن اكبر واضخم صرح طبي وهي مستشفى الازر التخصصي وما تقدمه من خدمات علاجية في مختلف التخصصات الطبية للموت ولان دقيقة واحدة تفصل بين حياة او موت انسان دعونا نتعرف على احدث الانظمة العلاجية داخل مستشفى الازر ويزعدنا ويشرفنا ان يكون معنا دكتور بدر اسماعيل مدير عام مستشفى الازر التخصصي اهلا بحضر اولا كده دكتور ايه هي الخدمات التي تقدمها مستشفى الازر التخصصي بسم الله الرحمن الرحيم الاول احنا بنتكلم على ان الازر الشريف ليه قطاعات كتيرة جدا في الخدمات الصحية في مصر فليها توزيع جغرافي يعني جميل جدا عندنا فيه في الناحية الشمالية موجود كله الطب دميات والمستشفى بتاعتها 300 سرير وعندنا في وجه قبلي عندنا كله الطب اسيوت وليها مستشفى حوالي برضو 400 سرير وعندنا في قلب القاهرة عندنا تلات مستشفيات كبار جدا مستشفى الزهراء الجامعي مستشفى سيد جلال الجامعي ومستشفى الحسين الجامعي دول تلات مستشفيات في قلب القاهرة نظرا لكسافة القاهرة واحتياجها لناحية الخدمات الصحية إذن عندنا بقى مستشفى جديد هي مستشفى جامعة الاغذر التخصصي هي مستشفى جديد برونق جديد بتصميم جديد بيعتمد فيه على الحداثة في التصميمات الطبية اعتماد على المعايير الدولية في التصميمات ومكافحة العدوى وتحديث الجودة الصحية في المستشفى اللي هي بقت أساس كل تطوير الصحي دلوقت اعتماد غرف العمليات على أنها تبقى بنظام الكابسولات اللي هي تسمح بمختلف العمليات الجراحية ومختلف الأشياء المتقدمة وزراعة الأعضاء فالمستشفى يعني هي صارح طب كبير جدا بقالنا حوالي أكتر من 20 سنة بمتصميمها المستشفى كان لها بعد العواقل المالية تم حلها بحمد الله إدارة المستشفى لها رؤية أنها تفتح على مراحل افتتاح تجريبي العادات الخارجية اللي موجودة فيها تشمل كل الخدمات الصحية اللي بيحتاجها المجتمع المصري من كل التخصصات الجراحية والبطنة العامة وخلافه وبعد كده فيه خدمات اللي هي نسميها خدمات اليوم الواحد اللي هي ملحقة بكل تخصص فأصبح برضه المريض هيعمل الكشف بتاعه في العادة الخارجية ولو يحتاج أي حاجة من وظيف تنفس محتاج موجات صوتية على القلب هو في نفس المكان في خلفه نفس الخدمات بتبقى موجودة في نقطة واحدة فده كله بيعتمد على الشورت سيركوليشا في البشانت فلو فبالتالي بيقل المشاكل العدوى اللي هي المريض لا يختارت بالدخل بتاع المستشفى المريض نفسه بيبقى على مستوى مريح بالنسبة له أنه كل الخدمات موجودة في مركز واحد وفي مسافة قليلة جدا المستشفى بتعتمد على برضه ناحية تربية الكوادر على أساس استمرارية الحداثة الطبية كلها يابد الاعتماد على الكوادر يعني إيه؟ إحنا لقينا الأول في تخططنا المستشفى فيه عجز في بعض الكوادر الصحية زي الكوادر الفنية وكوادر التمريد فأول حاجة عملناها إحنا الإدارة الحديثة بقالنا حوال أربع سنين من دين المستشفى عملنا معهد تمريد عالي بعد السنوية الأزهرية وعملنا كلية تمريد معهد التمريد العالي ده بيدرس فيه باللغة الأجنبية وبيتخذ منه اختبارات قبول لبنات التمريد البنت اللي هي غير لائقة صحيا أو بدنيا وفيه دكتور برضو نفسي بيشوف لو هي عندها بعض المعوقات النفسية أو الإحباط أو حاجة زي كده المفروض يبتعد عن موضوع الخدمة الطبية ومواجهة المريد اللي هو أساسا بيبقى في وضع نفسي يعني تعبان شوية والناحية التانية الكلية التمريد كمان عندنا ثلاث دفعات حاليا وفاضل سنة واحدة ونخرج أول دفعة دول هيبقى مشرفات التمريد وهيبقى المدربات لمجال التمريد مشرفات التمريد على أعلى مستوى؟ على أعلى مستوى جدا برضو نفس القصة إحنا بنقول أن العجز في الخدمة التمريدية كبير جدا في مصر فقولنا إحنا نطلع كوادر داخلية وبتوى يبقى لنا خطتين الخطة الأولانية أن كوادر التمريد دي بالنسبة لي هي اللي هتخدم المستشفى المتميزة دي زائد لما أنا أدرب كوادر التمريد دي في مستشفى زي كده أقدر أرفع الوعي الصحي للمستشفى الثانية اللي احنا قلنا أن الأزهر بيخدمها الأزهر ليه حوالي خمس تلاف سرير دي أكبر جامعة في مصر بتدي سرير لإقامة المرضى خمس تلاف سرير اللي هي متوزعة لكل المستشفى اللي احنا ذكرناها بالتوازي مع هذه الكوادر من ناحية التمريد فيه بقى الكوادر الفنية وده مركز تدريب كبير جدا نبدأ فيه نركز على تدريب الكوادر الفنية من فنين الأشعة وفنين العلاج الطبيعي وفنين الغسيل الكلوي وفنين المصاحبة النفسية للمريد فدي برضو بالتوازي للقصة دي وبالتوازي فيه مركز تدريب لتدريب الكوادر الصحيح على مستوى بقى الأطباء صغار الأطباء نفسهم طيب عملنا القصة دي ازاي النقطة ان فيه حاجة مهمة جدا احنا اعتمدنا عليها بتخطيط المستشفى ان المستشفى بيبرلس هوستل يعني بتعتمد على ان المستشفى كلها متوصلة بشبكات داخلية فيه شاشات تلفزيونية موجودة في العيدات الخارجية بتعرض الخدمات الطبية بتعرض المعلومات الصحية كنوع من انوع الهيلس ايديوكيشن للمريض لو هو بيكشف على مرض معين لا يمنع ان في الوقت ده مثلا فيه مشكلة في الانفلوانزة فهنتلاقي ان فيه موجود على شاشات الميديا اللي هي الموجودة الداخلية بنيت دي معلومات صحية ازاي تبدأ تتعامل مع القصة دي ازاي الناس تحافظ على مستوى الامان في الميا والشرب ازاي الكبار السني يحافظوا على نفسهم بانهم ما يعوش وما ضد المخاطر دي كلها معلومات صحية بياخدها كل ده بيتم تحميله على شبكات داخلية لمراكز التدريب تمام غرف العمليات مثلا ما قدرش ادخل مجموعة انها تتدرب على مريض داخل غرف العمليات لا احنا الدكتور الجراح هيبقى موجود في غرفة العمليات وهيتم النقل الحي من غرفة العمليات لمركز التدريب بكاميرات اه بكاميرات وكمان احنا كمان من الاشياء الحديثة في المستشفى ان اللي هيقدم الخدمة الطبية في المستشفى هم خرجين كليات طب الازهر اللي هم عضاء هاي التدريب في الازهر لكن من الخارج لا من الخارج لا في داخل مصر لا لكن احنا بنقول من الخارج طب ما تخلينا كلنا من الخارج زمعنا ان لو فيه يعني تخصص جديد ظهر ومعندناش كوادر عندها الخبرة فيه فيه تخصص نادر مثلا ومعندناش كوادر فيه احنا هدفنا ايه في المستشفى نعمل شراكات دولية مع المجتمع الاوروبي او مع الامريكان او مع اليابانيين نعمل الشراكات دي على مستوى الجامعة للمراكز الصحية دي نبعد فريق اتدرب هناك وفي نفس الوقت علشان اخذ الخدمة الصحية من دلوقتي ما استناش لما الفريق ده يتدرب لا كمان هو يجيني بفريق من عنده وفيه فريق موازي لها نعم الفريق ده طيب التجربة دي عملناها ولا لا عملناها انا كنت اقول لها وعملناها فعلا بتجربة نكحة جدا احنا فيه تناكة معروف جدا وهو اكثر اكثر جراح مشهور ومنتشر في الشرق الاوسط وفي اليابان في موضوع زراعة الكبد طيب اعملنا معاه شراكة على مستوى مش شخص هذا الدكتور هو بيجي هنا في مصر بيعمل عمليات زراعة الكبد في العالمي وفي المنوفية وفي بعض المستشفات الاخرى وفي دار الفؤاد لكن بصفة تعاقدية كشخص لكن احنا تعاملنا معاه اقولنا له ايه هو المركز الحكومي اللي هو يعني موجود حضرتك فيه في اليابان احنا نعمل شراكة ما بين مصر والحكومة اليابانية ما بين جامعة الازهر وما بين المركز اللي هو هو شغال فيه بحيث ان انا لا اعتمد على اشخاص لو ان هذا الرجل تغير يبقى فيه حد يواكب برضو وحركة التعاون تكون فيه استمرارية فيه استمرارية نعم تمام كده وعملنا فعلا هذه الشراكة احنا حاليا بنجهز وحدة زراعة الكبد المفروض انها ان شاء الله هتفعل في خلال العام القادم الكوادر مالشان عايزة اعمل نقطة الكوادر اللي حضرتك هتبعتهم او حضرتك ان فعلا بعتها بالفعل تمام دولت من الاطباء ومن الممرضين ايضا اه كل حاجة دازم احنا دايما في الخدمة الصحية وده كان مجال قاصر شوية ومجال الفني اللي هو زي الاشعاعات كل حاجة لان خد بال حضرتك ان الخدمة الصحية خدمة متكاملة نعم والنظر القاصر على ان دايما بركزين احنا على طبقة الاطباء تمام لكن هو طبقة الاطباء لا تشكل في الخدمة الطبية الا 30% انا بعمل العملية وبعد كده بمشي لكن بعد كده خدمة التمريد وخدمة الحاجات الفندقية وخدمة الحاجات التسويقية للمريض والرضاء النفسي للمريض عن هذه الخدمة صحيح والشكل الدكوري والشكل التهوية ووسائل مكافحة العدوى والجودة الصحية ونظافة الغرفة ونظافة المواد اللي هو بيستخدمها ده كله بشكل 70% وزيادة الاقصام المتواجدة اه طبعا 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 بما اننا بنعمل توازي ما بين تدريب الناحية الطبية واحنا مش قاصرين فيها انه عندي كلياتي اصلا مش محتاج فيها لكن اهم حاجة لما قلنا الشراكة هبعت ناس اداريين تمام يتعاملوا مع وسائل التعامل مع المريض ويعمل data entry وازاي يدخل المعلومات الصحية دي صحيح هعمل تدريب للتمريد برضو النفس القصة دي هعمل تدريب للناس اللي هم الفنيين اللي هم غير اداريين وغير تمريد زي فنين الاشعة وفنين المعامل والحاجات اللي زي كانت تمام فهو فيه نظام متوازي لكل فرق العامل بما ان ان احنا اتكلمنا على الاقصام عايز حضرتك تتكلمني ايضا على ايه هي الاقصام المتوابدة داخل المستشفى تمام احنا بحكم ان احنا مستشفى جامعي فعندنا كل الاقصام الموجودة داخل المستشفى يعني موضوع ان الجراحات العامة كلها بكل تخصصاتها البطنة العامة وتخصصاتها التحتية من الكلا والغسيل الكلوي الطب الطبيعي وعلاجه امراض الدم والمناعة والحساسية وخلاف امراض الصدر امراض الاطفال ولكن وتحت لكن دي مهمة جدا لان لان تحطيط في المستشفى مش مجرد انك تعمل يعني دارج بورتفوليو للخدمة الصحية مش معنى ان عاملين اقسام كتير وخلاص لكن لازم نشوف احتياجات المجتمع اللي احنا المستشفى موجودة فيه بحيث نقول ايه تب نزود عدد سراير في انهي تخصص تمام ويبقى السراير التانية موجودة طبعا لاحتياج المريض ولكن مثلا نشوف احتياجاتنا ايه الاكتر فهل احتياجاتنا في مصر الاكتر للكبد يبقى نوسع سراير الكبد ومراكز الكبد الداخل المستشفى هل احتياجنا في مصر اكتر لنظام الحوادث مثلا احنا عندنا الحوادث كتير يبقى نوسع نظام العظام ويبقى اكثر التخصصات في العظام هي اللي بتاخد عدد سرير اكتر احنا معتمدين مش على التقسيم التقليد للقسان هو في قسم انا كنت اتمنى ان هو يزيد اكتر اللي هي الحضانات اه ده انا كنت اوصل يعني ربناك لنك حضرك وصلت اللي انا كنت عايز اوصل احنا عندنا عجز كبير جدا في سرير الحضانات وسرير الرعاية المركزة كمان وبالتالي احنا المستشفى لما جينا لقينا النسبة الدولية عموما لاني مستشفى مثلا لو افترضنا فيها الف سرير المفروض يبقى عدد سرير الرعاية كام ومفروض عدد سرير الحضانات كام لها نسبة دولية ونسبة محلية نسبة محلية في مصر من 10-15% من عدد السرير النسبة الدولية حوالي 20% لكن انا بقول لان العجز موجود اصلا في ممتعة زي القاهرة كمان احنا عندنا تركيز السكان وصل يقرب من 20 مليون دلوقت في القاهرة فقط فبالتالي عند الاحتياج للحضانات كتير جدا وعند الاحتياج للرعاية المركزة كتير جدا فبدأنا نزود عرض الاسرة في هذا التصميم وده تطوير جديد حصل في المستشفى احنا وصلين حتى الان لحد 150 سرير رعاية في مستشفى هي حوالي 700 سرير 150 سرير رعاية برعايات متخصصة كاملة واحنا عندنا ما يقرب من 75 حضانة اطفال وده اكبر بكتير جدا من العدد اصلا اللي كان متصمم في المستشفى واكبر بكتير جدا من العدد اللي هو موجود في المستشفىات التقليدية الاخرى احنا قعدنا توزيع الخريطة الداخلية من حيث الخدمات برضو احنا برضو مركزين على نقطة تانية ان المستشفىات الحكومية بالذات لما بتيجي تقسم لقسام فحيطة لقسام دي يعني زي يعني نقدر نقول مثلا اسم البطنة ده اللي بيقدي خدمات للسرير المرض وهتلاقي فيه مكتب لرئيس الاسم ومكتب للسكرتاريا ومكتب للأستاذ الدكتور فلان وعلان وغيره فده بيتكرر في كل مكان احنا قلنا لا احنا قلنا هنخلي الخدمات هي خدمات وظيفية ولكن هو فيه مكتب موجود في كل دور لكل الأطباء اللي هم عاوز يلتقي بالمريض او يفهموا ايه هو العناية بمرضه او الحاجات اللي زي كده بمعنى اني بدل ما بنصمم المستشفيات او نوزحها وظيفيا بحيث ان احنا نقول يا جماعة بلاش ان احنا نهدر مساحات المستشفى معمولة اساسا لخدمة المريض انما تتلاقي حضرتك ان في المستشفيات الحكومية فوق الخمسين في المية من الاماكن مكاتب ادارية ومكاتب لتكاترة احنا قلنا لا احنا هنضغط الكلام ده كله هنبقوا حوالي عشرة في المية فقط خدت المكاتب الاخرى لمراكز التدريب بقى المتخصصة عاملين مراكز تدريب في كل المجالات الصحية والملحقة والمساعدة والفنية والتمريض في كل مكان ولكن مثلا موجود في كل دور مكتب وسكرتاريا ينفع فيه دكتور الباط ما يشوف حالته ينفع فيه برض دكتور الجراحة يتعامل مع اهل المريض ويفهمهم وكلام من ده فبالتالي بدأنا نعمل زي في القصة دي برضو في الاجهزة تتلاقي حضرتك في المستشفيات الحكومية برضو فيه تكرار الاجهزة كتير بين الاسام احنا قلنا لا بدل ما كل اسم بيجيب سونار وكل اسم بيجيب جهاز كذا او كذا احنا عندنا وحدة اسمها الوحدة الوزفية كل الاجهزة موجودة في الوحدة دي صيانتها موجودة في الوحدة دي الفنين موجودين في الوحدة دي حضرتك استاذ دكتور تفضل اشتغل في الوحدة ودي عهدة المستشفى وهي المتكفلة بها فده نظام جديد في الادارة ان احنا الناس اللي بتدي للمستشفى كلنا هي كوادر ادارية درس الادارات للمستشفيات وكمان فيه موضوع مهم جدا لابد ان احنا نذكره المستشفى دي يرقص يرقص رؤيتها ويضع خطتها في الرؤية المستقبلية والواقعية هو فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب بنفسه ليه لانه كان رئيس جمعة وان المستشفى دي ما كانتش برضو لسه خادت الملامح التشغيلية فهو شاف ان فيه وقت كتير جدا اتعرقلت فيه المستشفى ومحدش حط فيها قوة وحسم ان هي يعني تندفع ناحية العمل وانها تقدم الخدمة للمجتمع فهو خاد الموضوع ده على عاطقه بصفته كفضيلة الامام وهو بيساعدنا كتير جدا اي حاجة بتحتاجها المستشفى بنروح له فعلا الرجل يعني لا يبخل باي وقت ولا يبخل بنصيحة ويجيب الناس كلها يعني مثلا من رؤيته مثلا على سبيل المثال ودي اول حدث يحصل في مصر بهذه الطريقة هو رأى ان المستشفى لابد ان تعتمد دوليا ما ينفعش ان احنا مستشفى دلوقتي في 2016 نفتحها واحنا ما نتحدث عن المكافحة العدوى الدولية والجودة الصحية الدولية وهكذا وهو بيقول دايما ايه الفرق بيننا وبين المستشفىات الاخرى في خارج مصر في اوروبا او في الخليج ايه الفرق الدكاترة موجودين الاجهزة احنا بنجيب نفس الاجهزة التصميمات والمستشفى هي نفس المستشفى هو ايه الفرق هو رأى ان الفرق في الادارة تمام كده لو ان احنا عملنا سيستم ادارة وتفعيل فعلا هذا النظام هتلاقي فيه قوة جمدة جدا وفرح عمل ايه هو حط رؤية ان يكون فيه ادارة اجنبية ادارة اجنبية بتساعدنا في اداء تحقيق الاهداف دي فتم التبرع من الامارات من الشيخ محمد بن زايد كمساعدة المصر على ان يكون فيه شركة ادارة هما بيدفع مستحقاتها وهما بيعاونون احنا فنيا للوصول الى الاعتماد الدولي ودي فكرة جميلة جدا احنا في نهاية الحلقة اود ان اشكر فضيلة الامام احمد الطيب اولا وود ان اشكر حضرتك الدكتور بدر اسماعيل مدير عام مستشفى الازهر التخصصي واتمنى نكون افدنا السادة المشاهدين في تقديم افضل المعلومات الصحية بمستشفى الازهر وذلك للارتقاء بالخدمات العلاجية وحفاظا على صحة المرضى والى اللقاء اعزائي المشاهدين وفي حلقة قادمة ان شاء الله من برنامج صرحة طبي ولكن دعوني قبل ان اختم ارفع القبعة للناس اللي عايزين يرفعوا مصر وشأن مصر من دكتور احمد فضيلة الامام احمد طيب ودكتور بدر اسماعيل وذلك من بعض الكوادر الذين يرفعون على مصر بجدية وبحق واشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساعد ناس كتير لللي محتاجين رعاية صرح طبي زي بيتنا شمعة بتنور حياتنا يبقى بسمة نور لبقر